دكتور أسامة بالحديث عن المنطقة والإقليم وما إلى ذلك من يتابع التطورات يعلم أن الخلاف بين مصر وتركيا كان حول العديد من الملفات ومنها ملفات الأمن الإقليمي هنا بعد هذه القمة وسعي تركيا كما ذكرنا في الفترة الماضية لتحسين العلاقات مع مصر إذن ما هو تأثير هذه القمة على مستقبل هذه الملفات؟ أتحدث تحديدا عن ملفات الأمن الإقليمي بالتأكيد ملفات الأمن الإقليمي وهي متعددة ومعقدة حقيقة في هذه المرحلة هي واحدة من أهم الملفات التي يمكن لهذه القمة أن تعيد النظر فيما يتعلق بهذه الملفات حقيقة القاهرة تبنت موقف رشيد للغاية في الحديث عن أمن الإقليم وأمن المنطقة تحدثت بشكل واضح عن أن إدارة العلاقات مع الدول الأخرى تعتمد على الأفعال وليس على الأقوال وبالتالي سيكون هذه القمة لها ما بعدها سيكون هناك متابعة حثيثة لما يمكن أن يتغير في السلوك التركي فيما يتعلق بالتعامل مع ملفات الأمن الإقليمي في المنطقة نحن لدينا العديد من الملفات التي تراكمت منذ 2011 وما بعدها على سبيل المثال الأمن في منطقة البحر المتوسط ما يتعلق بالأمن في ليبيا ما يتعلق بالوضع في سوريا ما يتعلق بالوضع في العراق أمن الطاقة الحديث عن العديد من الملفات وأتصور أن مصر منشغلة بشكل رئيسي بهذه الملفات وأيضا تركيا لها علاقة بهذه الملفات وبالتالي هذه القمة بهذا المستوى في هذا التوقيت والتوقيت هنا له دلالة مهمة للغاية أتصور أنه ربما سيعيد طرح العديد من ملفات الأمن الإقليمي بمزيد من النقاش بمزيد من الشفافية بمزيد من المصارحة ولكن دعينا نشير إلى أن فعلا الحديث عن مثل هذه الملفات بهذا القدر من الأهمية يحتاج بالفعل إلى أفعال وليس إلى أقوال وأتمنى أن تكون السياسة التركية أدركت أن التعامل مع هذه الملفات يجب أن يكون بمنتهى الوضوح وأن يراعي المصالح القومية العربية المصالح القومية العربية التي تدررت بشكل واضح من التدخلات الخارجية وأن تدرك أن النهج التصالحي والنهج التوافقي والمراعات المصالح الاستراتيجية للمنطقة هي السبيل الوحيد لبناء مصالح مشتركة بين شعوب عاشت لقرون طويلة في علاقات طبيعية وكانت هناك علاقات تاريخية بين هذه الشعوب وبالتالي مراعات المصالح الاستراتيجية وحماية أمن الإقليم ومراعات المصالح الأمنية والمصالح الاستراتيجية لكل قوة المنطقة هي السبيل الوحيد لإعادة العلاقات إلى طبيعاتها هل نستطيع أن نقول دكتور أن هنا تركيا ربما تعلمت الدرس أم ما زال الوقت مبكرا عن الحديث كأمرك هذا أتصور أن هناك دوائر في السياسة التركية وفي صناعة السياسة التركية تدرك تماما أن الكثير من الأدوات التي استخدمت على مدى العقد الماضي لم تكن أدوات في خدمة أو في صالح السياسة التركية نتذكر تماما أن السياسة التركية رفعت شعارا لأنهاء المشكلات مع الجيران ومع الإقليم وبدء صفحات جديدة في العديد من الملفات ولكن للأسف الشديد بعد 2011 كان النهج مختلفا للغاية أتصور أن هذه الدوائر في صناعة السياسة التركية بدأ يعلو صوتها في الفترة الماضية بالحديث عن أن النهج الذي اتبع في مرحلة ما بعد 2011 لم يخدم السياسة التركية بل على العكس كان عبءا على السياسة التركية أضر بي المصالح الاستراتيجية التركية ونعلم تماما أن السياسة في النهاية لا تقف عند حدود العلاقات الشخصية أو الصداقات أو العداءات الدائمة لكنها تائما تعتمد على المصالح